موسيقى الآن الأخبار الليلة من الحدث طبا مساءكم مشاهدين عنا لارا نبهان وهذه الأخبار الليلة وإليكم أهم لفاتها هل من هدنة قريبة في غزة وماذا بشأن المقترح الأمريكي مسرحية أم رسالة حوثية بسهدف ناقلة صينية ناجية داعش في مقابلات خاصة على الحدث وسجال حاد بين بوتين وزيلنسكي بعد الهجوم الإرهابي إضافة إلى ملفات ثانية نناقشها ولكن قبل ذلك نبدأ بالعلم موسيقى إسرائيل رمت الكرة بملعب حماس والأخيرة نفت تلقيها مقترحا أمريكيا جديدا ونجاح واشنطن بين الشفاء الحركة موسيقى صواريخ الحوثي تخرق الوعود ناقلة صينية تتعرض لقصف وفي الأخبار الليلة نبحث تبعات هذا الهجوم على العلاقات الصينية الإيرانية موسيقى رئيس إيران السابق ووزير خارجيته يفضحان النظام السياسي بإقرار بأنهما في موقع المشاهد موسيقى سلسلة حلقات ناجيات من داعش متواصلة في مقابلات مع الحدث وفي الأخبار الليلة نبحث أهمية الأعلام في مكافحة الفكر المتطرف بعد تصويب بوتين على أوكرانيا حول الهجوم الذي تبنه داعش زلينسكي يرد اتهمه متوقع موسيقى البداية من غزة فعلى وقع القصف المتواصل والهدنة المفقودة اقتحمت قوات إسرائيلية مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس جنوب القطاع واستقصف عنيف وإطلاق نار كثيف بحسب ما أعلن الهلال الأحمر في غزة هذا وتحاصر آليات إسرائيلية مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه فيما جميع تواقم المستشفى تحت الخطر الشديد حاليا بحسب الهلال الأحمر في الموازة أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش تمكن من اعتقال فلسطينيا وصف بالصيد الثمين خلال عمليته في مجمع شفاء الطبي شمال غزة في الأثناء أعلنت القسام وفات أحد المحتجزين الإسرائيليين بسبب نقص الدواء والغذاء مضيفة أن المحتجزين الإسرائيليين يعانون الجوع والحرمان مثل أهالي غزة ولأول مرة منذ نهاية الهدنة الإنسانية قبل عدة أشهر نقلت منظمة الصحة العالمية طفلين من المرضى من مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع إلى معبر رفح البري بعد التنسيق مع الجيش الإسرائيلي تمهيدا لسفرهم وعلاجهم بالخارج نتابع في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من وطأة الحصار والحرب على أطفال شمال القطاع غزة تبدأ منظمة الصحة العالمية اليوم بإجلاء أولى الحالات من مستشفى كمال عدوان والذين هم بحاجة إلى العلاج في الخارج منذ شهرين اشتدت أزمة سور التغذية والمجاعة في شمال القطاع غزة وبعدما توافت أعداد كبيرة من الأطفال إلى مستشفى كمال عدوان وبعد توجيه مناشدات لأكثر من شهرين وجهنا استداءات استغاثة للمجتمع الدولي والمجتمعي والمنتظامات الإنسانية ينقل الحالات حتى يتم تعميرهم في مكان آمن لتقديم الخدمة الصحية الآمنة طبعا كان ممكن إحنا نتغلب على هذه المشكلة إذا كان أو إذا تم توفير ما يلزم من حليب خاص من أطعام خاصة من طعام خاص لهؤلاء الأطفال لكن الأسف الشديد عدم وجود الطعام في شمال قطاع غزة على وجه الخصوص أدى إلى تقاقم هذه الأزمة طبعا بعد شهرين من المناشدات لكل الجهات المعنية الحمد لله اليوم مصل من ضمط الصحة العالمية والآن جاء نقل حالتين من أصعب الحالات اللي لخلج طبعا قطاع غزة هناك العشرات من الحالات إن لم يكن إسعاف لهذا الموقف أتوقع إما سنكون أمام تحويل آخر وإما سنفتنها ولا نفتنها أشكر كل واحد ساعدنا في أن نطلع ومنصف مثل الصحة والدخل والبسام كل واحد ساعدنا شكرا كثير لكم وأنا مبسوطة وإن شاء الله نفتع سرمين يا رب يأمل أهالي المرضى أن تكون هذه العملية هي جسر عبور وأمان بالوصول إلى السفر إلى الخارج في ظل عدم خروج أي أحد من المرضى منذ انتهاء كذنة الإنسانية الأخير من شمال قطاع غزة عبدالقادر صباح لقناتين العربية والحدد إذن تبقى غزة تحت القصف والهدنة بين المماطلة والرد والرد على الرد إسرائيل قالت إنها توافق على المقترح الأمريكي ورمت الكرة بملعب حماس ونقلت دعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين أن وفد التفاوض سيعود للدوحة إذا قدمت حماس ردودا إيجابية لكن في المقابل ردت حماس عبر الحدث نافية تلقيها أي مقترح أمريكي جديد عرض عليها خلال المفاوضات واتهمت الحركة إسرائيل بالمراوغة والمماطلة حتى لا يتم توصل الاتفاق على حد قولها وضفت حماس في تصريحات أن رد إسرائيل لم يتضمن أي إشارة لوقف النار بغزة أو انسحة بقواتها من القطاع نعود ونتذكر بداية أبرز بنود الاقتراح الأمريكي المتداولة قبل أن نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل يولي كان قلبيا طوال هذه الفترة لذلك نقول أنه لا تنجد إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للوصول إلى أي اتفاق الوضع الإسرائيلي خلال هذه الفترة لم يجد أي موقف يساهم للتوصل لإتفاق وما يتم تداوله بخلال وسائل الإعلام عن وجود أجواء إيجابية في هذه الجولة هو قبليل يتحمل الاحتلال المسؤولية عن ذلك وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت اليوم عن مسؤول إسرائيلية رفيع أن تل أبيب وافقت على اقتراح التسوية الذي طرحته الولايات المتحدة كما ضاف أن إسرائيل تنتظر الآن إجابات من حماس وأن أمامها ثلاثة أيام للرد وكانت تقارير صحفية أفادت بتقديم وكالة الاستخبارات الأمريكية مقترحا لوفدي إسرائيل وحماس في الدوحة بشأن الأسرى الفلسطينيين ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن الوفد الإسرائيلي عاد للتشاور مع نتنياهو وطلب منحه مزيدا من الحرية في المفاوضات من أجل إبرامي اتفاق تبادل الرهائن والمحتجزين لدى حماس شرايين الحياة باتجاه غزة معطلة فترى من جهة شاحنة المساعدات على مد البصر ومن الجانب الآخر هناك كارثة إنسانية حقيقية تتوسع بالنظر إلى غزة يبدو أن أهوال الحرب من مجاعة وموت تخطط الحدود لذلك فإن الوقت لوقف فوري للنار هو الآن المعاناة يجب أن تتوقف وهناك الكثير للقيام به والفلسطينيون في غزة يحتاجون لما وعدوا به وليس عمليات إنزال جوية ولإنجاز ذلك هناك خطوات عملية يجب على إسرائيل إزالة العراقيل ونقاط التفتيش ويتطلب مزيدا من المعابر والممرات لأن الكميات الأكبر للمساعدات يجب أن تصل برا وأكرر تطلب ذلك هدنة إنسانية فورية وكانت نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كاملا حاريس قالت إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستكون خطأا فادحا وأكدت حاريس أنها لا تستبعد أن يكون هناك عواقب أمريكية ضد التلبيب في حال قامت الأخيرة بعملية عسكرية برفح جنوب غزة دولية في الجامعة الأمريكية دكتور طارق فهمي مساء الخير لك دكتور طارق أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث بوقت أنه كانت إسرائيل قالت إنها وافقت على المقترح الأمريكي وأعطت حماس ثلاثة أيام للرد حماس عبر شاشتنا تقول أنه هي لم تبلغ أصلا بالمقترح وبالتالي هي ليست بوارد دراسته حتى ترد ما هي المعطيات فعليا هل تم اعتماد هذا المقترح الأمريكي للتشاور حوله بين الطرفين أو لا وقدم الجانب الأمريكي عدة مقترحات لم تقتصر فقط على عدم ملاحقة عناصر حركة حماس خارج الإقليم أو في أي منطقة سيتم الذهاب إليها كمبعدين خارج قطاع غزة إنما أيضا ارتبط الأمر بتقديم الولايات المتحدة لضمانات بالنسبة للطرفين كرسائل تطمينات لكل طرف أما ما تعلنه حركة حماس فمستوى ما يتم الإعلان عنه يجب الانتباه إليه هذا في إطار التشويش الإعلام على ما يجري خصوصا وإن الحركة لن تنتظر يومين أو سلاس ربما خلال وقت وجيزي سريع سيتم هذا الأمر وأعتقد أن الأضياء ليست الكرة في ملعب حركة حماس حماس تقدمت تنازلات متعلقة بعملية الانسحاب أو إعادة التموضع أو إعادة الانتشار وقابلت بنصف حل وشيء بخيار في التعامل في تواجد القوات الإسرائيلية على الأرض لأن وقف إطلاق النار حضرتك سيرتب فورا وجود القوات على الأرض وبالتالي القضية لم تعد قبول أو رفض وإنما تنفيذ الاستحقاقات وفق ما هو أعلن من 6 إلى 8 أسابيع 40 شخصية من المحتجزين لكن دخلنا في تفاصيل ربما تقبلها الجانب الأمريكي والوسطاء من الجانب المصري والجانب القطري منها تسليم جسامين عدد من الجنود في صفقة جلعات شاليت والاعتراض على بعض الأسماء التي لم يتم تواجد أسماءهم وبصمتهم وغيرها في السجون الإسرائيلية تفاصيل كثيرة فرق العمل بتعمل عليها وبالتالي القضية الآن ليست قبول أو رفض من حركة حماس حماس قبلت بصورة أو بأخرى كل ما طرح لكن المشكلة الآن في المرجعيات بمعنى أنه فريق العمل موجود في الدوحة بيتلقى بعض الملاحظات المباشرة وهم صاهوا أفكارهم بالمناسبة في ورقة عمل كاملة إنما إسرائيل قدمت أفكار تم ترحاها على الجانب الأمريكي والجانب الأمريكي هو من ترجمها وعرض وثيقة وثيقة عمل يتم النقاش فيها ده كأتر عام استكمال لمدار في باريس 2 لكن القضية أنا في تأديري فرص نجاح الاتفاق أكبر كثيرا بفرص فشل ومعنى فرص النجاح كبيرة للغاية ما يجري الآن هي أمور فنية إجرائية تقول إنها أمور فنية وتقول إنها قصة إذا صح الوصف مرجعيات كما تقول دكتور بس السؤال هنا من المسؤول عن هذه المرجعيات الآن من هو الطرف الذي يملك الحلول ما زلنا نتحدث بشكل أو بآخر عن إسرائيل وحماس هنا أو هنا يدخل دور الأطراف الأخرى حماس حتى الآن هناك تجاوب لكن ربما يكون المعاوق الأول والرئيسي هو تحفظات الجناح العسكري داخل حركة حماس في الداخل لديهم بعض التحفظات خصوصا في إقرار شرط الانسحابات الكاملة في وفق الأطر الزمنية ودمج المرحلة الأولى مع الثانية والتصميم على إدخال بعض الأسماء هذه التحفظات الكبيرة التي هي مطروحة كانت منذ اللقاءات باريس 2 لكن اليوم أنا أعتقد الجناح العسكري يتجه لهذا يريد أن يكسب وقتا يريد أن يسسمر الوقت في إعادة تجميع قوته مرة أخرى خصوصا في مناطق الشمال وفي خان يونس وفي مدينة غزة وهذا ما تخشى إسرائيل بالمناسبة يعني إسرائيل تتخوف من طرق الأمور بهذه الصورة الرابح مما يجري ستكون حماس وليست إسرائيل فقط لطبيعة ما يجري في القطاع حماس قدمت تنازلات وهذه التنازلات بطبيعة الحال تمرير الاتفاق لكن ما تسمعينه وما تشاهدينه من تعليقات بعض المسؤولين في حماس في الأقاليم هو الذي يدفع بهذه الصورة وبالتالي لا يفهم هذا أن هذا هو موقف حماس حماس يمثلها وفد حماس من الخارج ومن الأقاليم وبالتالي الداخل لديه تحفظات عديدة في هذا الصياق ربما لتحقيق أعلى مكاسب وهذه أمور خاصة بالتفاوض الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بشيء لم يلتزم بموضوع الانسحابات الكاملة وتحدث عن إجراءات أمنية وتحدث عن استمرار العمل على سلاس مراحل رافضا فكرة دمج المراحل بيتحدث عن إجراءات ستكون بها الولايات المتحدة تقديم ضمانات لكل الأطراف وأيضا الوسطاء على الخط في كل ما يجري الأمور الإجرائية كما أشرت الحضرتك هي التي تعوج ذلك يعني بصمات خاصة بالأسرة عدم موجودهم في بعض السجون وفاة بعضهم بالتالي الدخول في التفاصيل الفرق الفنية هي من تسهل هذا الأمر طبعا الجانب الإسرائيلي حصل على التفويد النهائي يعني دعيك من موضوع أنه رئيس الموساد يعوز ورئيس شين بيتشاباك يعود لأخذ تفويد مجلس الحرب يا سيدتي وفق ولم يبدي أي تحفظات تعجيلا بمحاصرة نتنياهو نتنياهو الآن في مأزق لأنه وزير دفاعه في واشنطن كما تعلمي أمس أيضا كان وزير الشؤون الاستراتيجية ومستشار الأمن القومي في ضغوطات على نتنياهو من قبل الجانب الأمريكي وللأمانة تقتطي أن نقول أن الجانب الأمريكي تغير السلوك والأرب صورة كاملة خلال 48 ساعة الماضية ودخل في تفاصيل كثيرة لتقريب وجهات النظر ومحاولة تسهيل الفرق العمل في الأمور المتخصصة وأبدأ كثير من الملاحظات لتمرير الاتفاق شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات ضيفنا من القاهرة أستاذ العلاقات دولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي زوبعة في النظام السياسي الإيراني خلفتها تصريحات للرئيس السابق حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ضريف خلاصتها أنهما من موقعهما مشاهدان للأحداث من على شاشات التلفاز بدل المشاركة بها أو حتى إقرارها وقال روحاني أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لم تبلغه بالهجوم على القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد العراقية في يناير 2020 كما لم يتم إبلاغه بقرار إغلاق المجال الجوي الإيراني في الليلة التي أسقط فيها الحرس الثوري الإيراني طائرة الركاب الأوكرانية ونشر الموقع الرسمي لروحاني منشورا نفى فيه ادعاء صحيفة كيهان بأنه كان نائما وقت هذا الهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق وقال خلافا لكذبة كيهان في وقع الأمر لم يتم أصلا إبلاغه الرئيس وكشف الموقع أنه علم بالهجوم على عين الأسد صباحا يوم الثامن من يناير من خلال النشر الإخبارية على التلفزيون الإيراني ووضح روحاني أن هيئة الأركان العامة تخضع للمرشد الأعلى علي خامنئي وهي التي قررت إبقاء المجال الجوي مفتوحا ومواصلة طائرات الركاب للتحليق بسبب الخوف من هجوم أمريكي مضاد ردا على ضرب قاعدة عين الأسد وكان الحرس الثوري الإيراني قد شن في يناير 2020 هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد العراقية حيث تتمركز القوات الأمريكية ولم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية في الهجوم انتقاما لمقتل سليماني في الموازاة كشف وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جاذري في حديث لوكالة أنباء آخرين خبر عن تفاصيل استقالته من الخارجية بعد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران دون إبلاغه بموعد زيان ومن لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر مساء الخير لكم ضيفي الكريمين أهلا بكم معنا في الأخبار ليلة دكتور محمد سنعود إلى نفس النقطة التي ناقشناها سابقا أولا ومن ثم ننتقل إلى النقاط الأخرى التي ذكرها ضريف في مقابلته عندما يأتي أيضا تصريح من روحاني ليقول بأنه لم أكن نائما ليلة هذه الضربة وهو علم بها من الإعلام ليس حتى من مستشارين ولا من اتصال أتى بعد الضربة علم بها صباحا من الإعلام إلى أي مدى؟ هذا يثبت ليوم وجود شرخ بين السلطة التنفيذية والرئيس والرئاسة وسلطة العسكرية التي كانت وهي تتخذ القرارات على ما يبدو تحية لك ولضيفك وللمشاهدين وكل عام وأنتم بخير هذا صحيح جدا هذه المناكفات السياسية التي نشاهدها ونلمسها ونسمعها يوميا في الوسط السياسي الإيراني والتي تنعكس على الإعلام بشكل أو بآخر هي تأتي ضمن إطار هذه المناكفات السياسية التي جاءت بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وبالتالي السيد ضريف هو يتحدث الآن هو تحدث أكثر من مرة هو يتحدث عن تاريخ ويعتقد بأن هذا التاريخ هذا التاريخ هو ملك يعني هذا التاريخ كان جزء من هذا التاريخ وبالتالي هناك كثير من الأحداث المهمة التي مرت بها إيران وهو كان في موقع مسؤولية وعليها أن يوضح ماذا كانت لحقيقة الأمور لأن الجانب الآخر ربما أولئك الذين لم يكن براغبين في استمرار ضريف في موقعه في وزارة الخارجية الإيرانية أو كانوا يعارضون السياسة التي ينتهجها محمد جواد ضريف أو الرئيس الإيراني حسن روحاني خصوصا في القضايا المتعلقة بالشؤون الخارجية وبالتالي ضريف يعتقد بأنه يجب أن يضع النقاط على الحروف ويطرح الموقف الذي هو عاشه سواء كان بالنسبة إلى ضربة أو الهجوم على مقر المعسكر الأمريكية في العراق عند الأسد أو فيما يتعلق بقضايا الأخرى زيارة بشار الأسد إلى أطارات أو لأول قضايا الأخرى دعيني أشير إلى أن هناك نقطة في غاية الأهمية هناك كان في زمن الرئيس حسن روحاني يبدو بأن هناك كان نوع من الإصطفاف إصطفاف غير معلن وكلنا يعلم بأن القوات المسلحة الإيرانية الرئيس الإيراني حسن روحاني هو لم يكن القائد العام للقوات المسلحة الدستوري الإيراني يعطي قيادة القوات المسلحة الإيرانية إلى المرشد الإيراني الأعلى وبالتالي حسن روحاني وكان رئيس مجلس الأمن القوم لكنه لم يكن القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية هذه الأمور التي نتحدث عن وزير خارجية عليها يتعامل مع تداعيات هكذا ضربة نحن لا نتحدث عن شخصين غير مرتبطين بالمشهد بس هذه النقطة اسمح لي أن أنتقل فيها إلى أستاذ عارف ضيفنا من لندن اليوم خروج هكذا معطيات الآن ماذا تعني أستاذ عارف إلى أي مدى اليوم يمكن فعلا القول أنه كان في طريقتين بالعمل واحدة قد يعرف بها الرئيس ووزير الخارجية والسلطة التنفيذية بإيران ولكن هناك جانب آخر كامل لا يعرفان به لا بشكل ولا بآخر تحية طيبة لك أهلا بك لضيفك الكريم بالفعل ما تتفضلين به صحيح جداً وأنا أتفق مع جزء من كلام ما تفضل به الدكتور محمد وهو أن إبراس هذه الغضية مناتج من أن هناك مناكفات وكذلك هناك محاولة إلى البحث عن مكان في مستقبل العمل السياسي القادم وربما يمهد له بشكل خاص ضريف لكنما الكلام الصحيح وربما الكلام الأكثر صدغية كان ليس في هذه المغابلة حتى ربما في جزء من ما قاله بالتسجيل السابق الذي ظهر قبل أسابيع وإنما كان بالتسجيل الأسبق قبل عام وهو عندما قسم السياسة الإيرانية وهنا تحدث عن ضريف بين الميدان والديبلوماسية وقال بأن هناك شرخ كبير موجود بين الدبلوماسية الذي ربما الجانب وزارة الخارجية هي من تغودها وبين الميدان الذي يغوده فيلغ الغدس وبالتالي هو صاحب الكلمة الفصل بهذا الأمر لذلك أنا أعتقد أن هذا الأمر ناتج من هذه التقسيمة التي طبما هناك أو ما أدى إليها هو الطابع الشخصي للسلطة سواء في مركز المرشد الإيراني أو في الحكومة أو في الميدان وهنا أقصد منها فيلغ الغدس بمعنى أن هناك مثلا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بالملف النوي في الفترة الأولى من روحاني كان هناك تململ من البرلمان تجاه عدم التنسيق بين الحكومة والبرلمان لذلك نفس الطابع الشخصي أيضا موجود بين الحكومة والبرلمان كما هو موجود مثلا بين الدبلوماسية والميدان طيب دكتور محمد عندما نتحدث عن رئيس الدولة أو حتى عندما نتحدث عن مناصب أخرى هذه مناصب تأتي بانتخابات من الشعب وبالتالي إيران كانت دائما تفاخر بأنها لديها ديمقراطية كيف يمكن تفسير أن القرارات الأساسية المتعلقة بالدولة وخاصة بوقت حساس كانت مثلا بعد اغتيال قاسم سليماني هي لا تتعلق بشخصيات منتخبة وبالتالي ماذا يمثل الشعب أو كيف يمثل إذن في السلطة هو نعم الدستور الإيراني يعطي صلاة يعني بلانا على الدستور الإيراني القائد العام للقوات المسلحة هو القائد هو ولي الفقية وبالتالي هذه يعني ولي الفقية أيضا هو منصب منتخب من قبل الشعب بشكل غير مباشر هو ليس يعني لم يتم بتعين وإنما بانتخاب عن طريق مجلس براء القيادة الذي ينتخب بشكل مباشر من قبل الشعب وبالتالي حتى منصب ولي الفقية أو القائد يعني القائد المرشد الإيراني الأعلى هو منتخب من قبل الشعب بشكل غير مباشر الدستور أيضا يعطي صفة القيادة العامة للقوات المسلحة بيد المرشد أو المرشد يعني يستطيع أن يفوض بعض صلاحياته إلى شخصية أخرى مثل ما فعل الإمام الخميني عندما فوض صلاحية قيادة الجيش إلى الراحل هاشمي رفسنجاني وبالتالي هذه هي القواعد الدستورية الموجودة في الدستور الإيراني نعم القضية الديمقراطية أنا لا أعتقد بأنها ترتبط بهذا الشأن لكن حسب الصلاحيات الدستورية القائد هو المرشد الإيراني الأعلى هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية حسب القانون وحسب الدستور رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الأمن القوم الإيراني وفي المجلس الأمن القوم الإيراني أيضا هناك اثنان حسب القانون اثنان من ممثلين أو من ينوبون عن المرشد الإيراني الأعلى أيضاً هم أعضاء في مجلس الأمن القومي أستاذ عارف لا أعرف إذا كنت ستوافق أيضاً هذه المرة مع الدكتور محمد كذلك بهذه النقطة ولكن هل شعب فعلاً هو من يختار بشكل غير مباشر المرشد خاصة أنه نتحدث عن مجلس نصفه يختاره المرشد والنصف الآخر يتم اختيار المرشحين عنه نعم كما تفضلت نعم تفضلت رحاني بروفضة ترشيحه أصلاً مثلاً أو إعادة ترشيح أنا أعتقد بغضاء ربما حتى إذا كان هذا يغرع أنه نعلم بأن كل الدساتير بالعالم تدعي بأنها دموقراطية ولا توجد دولة بالعالم تقول بأنها غير دموقراطية وربما لم يعد في دول مثل إيران الانتخابات مؤشر على مستوى الديموقراطية ذلك أن هناك عدة طرق للالتواء والالتفاف على روح الديموقراطية الديموقراطية هي روح وليس مجرد حبر على ورق لكن ما بالعودة إلى ربما السؤال أنا أعتقد بأن هناك نقطة أخرى يجب أخذها بعين الاحتبار وهي الإيمان الإيراني بأن جزء من الحكومة الروحاني كانت تتخابر مع القرب كيهان قالت هذا مراراً وتكراراً وتم اتهام الروحاني وتم اتهام حتى ضريف بأنهم كانوا يتخابرون مع القرب وبالتالي عدم ثقة موجودة في إيران بين أجنحة المختلفة للسلطة بل حتى ربما شخصية مثل علي لاري جاني تم رد صلاحية على احتبار أن مثلاً لديه ارتباط مع بريطانيا ونعلم بأن عائلته تسكن في بريطانيا لذلك هذا الجانب أيضاً يجب أخذه بعين الاحتبار وهو أن هناك عدم ثقة باتت بين أجنحة السلطة وهذه الدرجة من عدم الثقة ربما هي التي تجعل من قرف مقلقة كثيرة داخل أجنحة السلطة يتم طبخ الغرار السياسي من خلالها وليس الآليات الدستورية والآليات الديمقراطية طيب من ناحية ثانية أيضاً دكتور محمد المشهد أيام روحاني ومحمد جواد ضريف لم يعد موجوداً اليوم بحسب وصف البعض من كانوا يوصفوا بالمعتدلين بالوسطيين بكل هذا التيار أصلاً لم يعد موجوداً بالحكم هل فعلاً تمت إزاحته من الحكم لعدم أصلاً وجود أي شرخ بعد الآن بين السلطة التنفيذية والميدان كما سمى سيد عارف الآن الأصوليون المتشددون من خلال نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرتهم الذين يسيطرون على البرلمان الإيراني الحكومة الإيرانية أيضاً هم من الأصوليين المحافظين وبالتالي أكثر مراكز القرار حالياً في إيران هي بيد الأصوليين سواء كانوا معتدلين أو متشددين لكن هم بيد الأصوليين الإصلاحيون الآن ليسوا في مراكز القرار وبالتالي حتى أنهم لم يدخلوا الانتخابات بقوائم مع عدى قائمة قائمة معتدلة هي في الأساس هي أصولية وليست محافظة والتي رأسها علي مطهري باسم صوت الشعب لكن بشكل عام هناك تشدد في البرلمان القادم وهناك سيطرة من قبل الأصوليين على كل مراسل القرار حالياً في إيران الإصلاحيون سواء كان يعني محمد الزوار الضريف أنا لا أقسمه ولا أضعه في خانة الإصلاحيين في إيران محمد الزوار الضريف ومستقل ومعتدل ولديه نظريات بخصوص العلاقات الخارجية الإيرانية ولا زال هو يؤكد على هذه النظريات التي يؤمن بها ويروج لها أيضاً وينظر لها سواء كان في الجامعة أم في أماكن أخرى هو يروج وينظر لطبيعة العلاقات التي يجب أن تكون بين إيران والدول الخارجية أو سواء كان الأقليمي أو الأجنبي سيد عارف فعلياً دكتور محمد يقول أنه هذه نتيجة الانتخابات الآن أن الأصوليين المتشددين هم من وصلوا إلى السلطة وليس الأطراف الأخرى وهو يقول هذا يعكس إرادة شعبية فعلياً هل هذا ما حصل بهذه الانتخابات وبالتي سبقتها يعني الشعب يريد الأصوليين المتشددين يعني نحن نعلم بأن نسبة الانتخابات لم تتجاوز الـ 41% وما كانت العزوف عن الانتخابات سيد الموقف وضمن الـ 41% هناك الحديث بأن أكثر من 10% هي أصوات بيضاء أو جاءت حتى تسب ربما شخصيات معينة بالنظام ولذلك أنا أعتقد بأن مؤشر الديمغراطية لا يمكن تحديده من خلال الانتخابات في إيران بمعنى أن صعود الأصوليين المتشددين هو نتاج ربما أكثرية لا تؤمن بالنظام نفسه لذلك هناك اصطفاف جديد بات ربما بين شعب يعزف عن الانتخابات ولديه أطرحات مختلفة عن النظام وبين ربما نظام تسلح وبدل جميع أجهزة الديمغراطية في الدولة إلى مسكرات وبالتالي هناك أنا أعتقد بأن صراعية باتت بين الحكومة والمجتمع كما يتحدث عنها التاريخ الإيراني عادة إذا ما كانت هناك ديكتاتورية يكون هناك صراعية حالة صراعية ونعتقد بأن هذه الصراعية باتت أكثر تحديدا وأكثر وضوحا في إيران شكرا جزينا لك ضيفنا من لندن بحث في الشأن الإيراني عارف نصر وشكر موصول لضيفنا من طهران مدير المركز العربية للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقين شكرا لكم في هذه النشرة أيضا ولكن بعد الفاصل موسكو تحت تهديدات جديدة وهلع على متن طائرة بسبب قنبلة كاذبة في صمت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار الانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل لحظة ترسل مشهدا تشكل خبرا تصنع حدثا هذه الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصدقية نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وكصصكم ونسأل ونبحث ونتحرّ لأننا نسعى دائما لرصد الحدث أعرف الأخبار وتابع الحدث أهلا بكم من جديد أخلت قوات الأمن الروسية مركزا تجاريا في شمال مدينة سانت بيترسبيرغ بعد ورود بلاغ عن وجود قنبلة وأوضحت وسائل إعلام روسية أن الأمن اعتقل الرجل الذي أبلغ عن وضعه للقنبلة ويعمل حاليا على خبراء المتفجرات أو يعملون على تفتيش المركز التجاري بحثا عن وجود أي قنابلة أخرى أفدت وسائل إعلام روسية بأن قوات الأمن اعتقلت مسافرة في مطار شيرمتيفو بموسكو بعد إبلاغها عن وجود قنبلة في حقيبتها وأوضحت المصادر أن قوات الأمن فتشت الحقيبة ولم تجد بها أي قنبلة المسافرة كانت على متن طائرة منتجها من موسكو إلى العاصمة الأرمينية ياريفان وأبلغ تاقم الطائرة بوجود قنبلة معها وكانت تتصرف بعدوانية بحسب وسائل الأعلام الروسية نكست سفارات عدد من دول العالم في موسكو أعلامها حدادا على ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي في ضواحي العاصمة الروسية تزامنا مع إعلان يوم الرابع والعشرين من مارس يوم حدادا وطنيا في عموم روسيا ونكست سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وألمانيا والسويد وهنغاريا وبلغاريا أعلام دولها إلى منتصف السارية في إشارة إلى التضامن مع الشعب الروسي نشرت لجنة التحقيق في هجوم كروكوس الإرهابي بضواحي موسكو مقطع فيديو لتسليم منفذي الهجوم من أجل التحقيق معهم موسكو 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 ترجمة نانسي قنقر معتبرا أن اتهام بوتين كان متوقعا من الواضح أن بوتين وغيره من الأعداء يحاولون ببساطة إلقاء اللوم في كل شيء على شخص آخر إنهم يلجأون دائما إلى نفس السليب ولقد حدث ذلك من قبل تم تفجير منازل وإطلاق نار وانفجارات وهم يلقون اللوم دائما لقد جاءوا إلى أوكرانيا وأحرقوا مدننا وحاولوا إلقاء اللوم علينا إنهم يعذبون ويعتدون على الناس وفي النهاية يتهمونهم لقد جلبوا مئات الألاف من إرهابيهم إلى هنا إلى الأراضي الأوكرانية وهم يقاتلون ضدهم نحن وهم لا يهتمون بما يحدث داخل روسيا بالأمس حدث كل ذلك وبوتين بدلا من الاهتمام بمواطنيه في روسيا ومخاطبتهم ظل صامتا لمدة يوم كامل يفكر في كيفية ربط الأمور بأوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونتابع في هذه التطورات في نقاش مع ضيفين من موسكو الدبلوماسي السابق الروسي فيتشسلاف ماتوزوف ومن كييف الدبلوماسي والمستشار السابق فولوديمير شومعكوف مساء خير لكم أهلا بكم معنا في الأخبار الليلة سيد ماتوزوف يقول اليوم أن الاتهام الآتي من الرئيس الروسي كان متوقعا بوقت أن هناك أسئلة اليوم تطرح فيما داعش يحاول نشر فيديوهات يحاول التأكيد على أنه وراء هذا الهجوم رئيس بوتين لم يشر لداعش ولكن أشار إلى توجههم إلى أوكرانيا لماذا ذهب إلى اتهام أوكرانيا أو تلميح على أوكرانيا بدون أدلة من جانب الرئيس يعني أنا أقول لكم رئيس شخصي لما هو استنتاج من كل ما أنا سمعته وشاهدته خلال هذه اليوم في موسكو أولا أن محاولة اتهام داعش استدمت موقف داعش الرسمي على زنافية أي تورد داعشي في هذه عملية إرهابية أولا شي تاني على الآن الحادث غير طبيعي عندما لجنة التحقيقات نشرت الصور كيف يجري التحقيقات صور الحية مصورة وهناك أوجهة أوجهة مجرمين وأوجهة غير مصنقفين لا يتقنون لغة روسية ولا يعني يمكن أن نحن نسجلهم كمتشددين على أساس إسلامية لا هم عرضوا هذه الاستنتاجات لأنهم يشتغلوا لأجل الفلوس نسف مليون روبل وهو مستعد أن يأخذ الرشاشة ويدخلوا لقاعة المسرخ ليقتلوا الناس ولذلك في كثير من الأسئلة غير واضحة تماما والبراية أنا حتى لخبراء في استخبارات الروسية ولا يتاهموا مباشرة ولا أوكرانيا ولا داعش والآن يجري التحقيقات أي نتيجة سيكونوا سوف نشاهدوا في أقرب الوقت برئي طيب سيد فولوديمير يعني ضيفنا من موسكو يقول أنه حتى الآن لا نتيجة للتحقيقات وبالتالي ليس هناك اتهام مباشر لأوكرانيا ولكن يأتي دائما كذلك الدفاع من أوكرانيا وكأنهم بموقع الاتهام لماذا بهذه الردود أيضا إلى هذا الحد تذهب؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي من أوكرانيا لا بالأكس نحن سمينا الاتهامات مباشرة من قبل سيد بوتين ولكن أنا أعتقد شخصيا بأن سيد بوتين هو مسؤول على ما حدث هذا الكارس لماذا؟ لأن منذ سبوء حضرت أمريكا واستغبارات أمريكية بأن من المتواجع الهجوم داعش ولكن داحكا سيد بوتين وفادر اسمين بأن هذا هورا بأن أمريكا ترغبوا الزراع حلع داخل المجتمع الروسية حدثت هذا الكارسة واليوم نحن نسمعو بأن روسيا ترغبوا ويتطاهموا أمريكا بهذا هجوم الإرهابي وهي ترغبوا رابط أمريكا مع داعش جدير بذكر بالمناسبة بأن أمريكا هي أيضا عدو لداعش لأن أمريكا بالأمريكا مسيحية بمقارنة حتى مع روسيا التي تتطاقونا أيضا من المسلمين على كل حال ليس في صالحك حتى لأوكرانيا تنفيذ هذه هجومات إرهابية لأن أولا أوكرانيا هي بلد ليست إرهابية داخل موسكو عادة كثير من الأوكران يعيشون هناك وأعواكب إذا أوكرانيا وراء هذه الهجومات إرهابية فأعواكب لأوكرانيا سوف تكون صارمة جدا مثلا أوكرانيا لن تحصل على مساعدة من الغرب مساعدة أسكرية ومالية وهذا كمان تشويح الصمع لأوكرانيا أكيد أكيد هذا ليست أوكرانيا وراء هذه الهجومات ولكن سؤال ما تروح على طاولة هل داعش أعلن حرب لروسيا جديد بذكر بأن داعش أعلنوا ثلاث مرات حرب لروسيا سيد ماتوزوف اليوم أصلا هل ما زلنا نتحدث عن نفس الأسباب التي كانت تدفع بداعش سابقا للتهديد بروسيا هل ما زلنا نعتبرها أنها ما زلت موجودة أم تغيرت الظروف حاليا طبعا هؤلاء الناس غير مستقفين اللي اللي يتكونوا للغة الروسية إيجوا من مناطق مختلفة هناك مركز الذي نزم خطط كل هذه العملية أشكري هذا لذلك تحقيقات برأي أنا هناك تحقيقات من هو منظم من هو مركز الاتخاذ القرار لبدء هذا الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي ولذلك أنا أعتبر أنه ليست هؤلاء الناس وليست أوكرانيا حتى لأن أوكرانيا ليست لدي إمكانية أن يتدخلوا بهذا الشكل إلى موسكو من إذن؟ لذلك الآن يدرسون أي مركز أي مركز وري العام في موسكو الآن ينتقل إلى ما هو وين هو داعش؟ داعش هو سنة ولايات المتحدة الأمريكية استخبارات الأمريكية هذا كلام مش إلك هذا كلام لدونالد ترامب منتخب رئيساً لولايات المتحدة الأمريكية بنسبة لقايدة موجودة في أفغانستان جنب الأفغانستان هذا كذلك المؤسسة سنة الأمريكي بن لادن سنة الأمريكي وكذلك إخوان مسلمين كل هذه المؤسسات متشددين ممولين ويعتمدوا على إمكانيات الدولة الأجنبية هم فقط لوالب لوالب لتطبيق هذه العملية الإرهابية بنسبة لإرهاب ونحن نفهم جيداً أنا بيبغاز نورد ستريم من هو؟ لحتى الآن نزم هذه الأمريكي الإرهابية غير واضح لذلك أصليب العمل على طريق الإرهابية هو تشمل تسادم الروسيا مع دول غربية مع مجتمع ناطا ودول غربية بكل هذه العمليات حتى بنورد ستريم ولكن لنسأل عن هذه العملية هناك اليوم أصابعتهم تذهب لشخصيات روسية بالداخل أن تكون وراء هذا الموضوع لرسائل سياسية لرئيس بوتين يعني هذا هو أسلوب أن الآن كل ما يجري على الأساس وراء كل هذه الأهداس أن تقدم قوات روسية على ساحة باتجاه دنبر وهناك قوات روسية نجحت في معركة مع قوات الأوكرينية التي مدعومة من قبل دول غربية فشل في الجبة ووجهت الدربة على داخل الروسيا لكي يحاولوا أن يفاجروا السياسة الداخلية الروسية اعتمادا على القوة الموالية لغرب وعندنا موجودة هؤلاء الناس موجودين في روسيا وخصوصا بين هؤلاء الذين هربوا الذين تركوا روسيا موجودين اليوم في إسرائيل 11 نائب وزير رئيس وزراء موجود حاليا في إسرائيل 11 واحد سيد فولوديمير من ناحية ثانية هذا ماذا سيعني بالنسبة لأوكرانيا سواء اتهمت بشكل مباشر من جانب روسيا أو لا هل هو فعلا اليوم هذا قد يكون مبررا لعمليات أكبر بأوكرانيا وطرق مختلفة الآن بالتعاطي مع هذا الموضوع إذا ما قررت روسيا فعلا أن تعتبر أن أوكرانيا هي المسؤولة نعم بالزبط حول روسيا بالمناسبة جدر بذكر بأن داخل روسيا توجد عدد كبير من الحركات قومية التي ترغب انتقام للنظام استبدال بوتين جدر بذكر بأن روسيا أغرقت في الدم شعب الشيشيني الذي أراد خروج من الاتحاد روسي ولكن روسيا قتلت في تشيشنيا أكثر من 200 ألف مدنيا لمدة 10 سنوات في حرب روسيا كبيرا هي المستنزفة بالمناسبة بسبب حرب ومن المتوقع بأن داعش تحتاج إلى هذه الفرصة لإنتقام لروسيا جدر بذكر بأن روسيا قتلت عدد كبير من المسلمين في كل حال العالم كما في سوريا كما في أفغانستان وأيضا في تشيشنيا أنا نتوجد شوافل جدية بأن روسيا سوف تستخدم هذه ذريعة هذا الكاريس في موسكو و سوف يكون تفاقم للصراع وبأن روسيا سوف تستخدم أي أسلحة من الممكن لأوكرانيا لأن هذا التبرير يكسف مدن أوكرانية ولتدمير بني تحطية للطاقة وبني تحطية السركنية في أوكرانيا شكرا جزيلا لك ضيفنا من كييف الدبلوماسي والمستشار السابق بلودمير شماكوف وأشكر ضيفنا من موسكو الدبلوماسي السابق روسي فيتش اسلاف ماتوزوف شكرا جزيلا لكما مشاهدينا بهذا نصر إلى ختم ساعة أولى من الأخبار الليلة في ساعة ثانية نعود لمتابعة ملفات كنا قد تطرقنا عليها بساعة أولى أولها غزة إلى جانب كذلك ملفات ثانية ونشير إلى أخبار عجلة كنا ننقلها قبل لحظات من الآن رسائل أعلامية من الرئيس الفرنسي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول فيها مكهون محذر نتنياهو من أن أي تهجير قصري لرفح هو يعتبر جريمة حرب بعد أن قال نتنياهو أن عملية رفح ستحصل وسوف يقتلون السنوار بحسب كلامه أيضا قبل قليل إذن هذه المعطيات وسوها سنكون بمتابعة معها بعد دقائق قليلة أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا ترجمة نانسي قنقر نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاما لأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما يمتغي قوله أو تصويره بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروع عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامية فمبدأ التوازن هو المعيى والمصادر الموفوقة هي المرجع خلف عنوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي نرصد لكم القضايا المحلية تفاصيل دقيقة تعكس الواقع الفساد الفقر وعناوين كثيرة نحلل ونفصل أحداثاً صامتة غائبة أو مغيبة مع بداية فيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك الحدث في مكانك السبت الحادي عشر ونصف صباحاً بتوقيت جرينيتش على شاشة الحدث هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهية لكنها تدفع ثمن كل ذلك تدفع ثمن كل ذلك نحن الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئاً لا في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصاري دول لأن لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف أكثر من مئة وثمانية ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم في أكثر من مئة وخمس وثلاثين دولة هربوا باحثين عن المأوى عن الغذاء والرعاية الطبية فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء أكثر من أثنين وعشرين مليون متابعين وما يقارب أربعمائة وخمسة وسبعين مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهدية تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي شاهد وشارك وتساعد الآن الأخبار الليلة من الحدث الساعة ثانية من الأخبار الليلة أحييكم وإليكم تذكيرا بأهم الملفات هل من هدنة قريبة في غزة؟ وماذا بشأن المقترح الأمريكي؟ مسرحية أم رسالة حوثية بالسهداف ناقلة صينية؟ ناجيات داعش في مقابلات خاصة على الحدث والسجال حاد بين بوتين وزيلنسكي بعد الهجوم الإرهابي وملفة ثانية ولكن أولا نذكر بالعنم إسرائيل رمت الكرة بملعب حماس والأخيرة نفت تلقيها مقترحا أمريكيا جديدا والنجاح واشنطن بين شفاء الحركة صواريخ الحوثي تخرق الوعود ناقلة صينية تتعرض لقصف وفي الأخبار الليلة نبحث تابعات هذا الهجوم على العلاقات الصينية الإيرانية رئيس إيران والسابق ووزير خارجيته يفضحان النظام السياسي بإقرار بأنهما في موقع المشاهد سلسلة حلقات ناجيات من داعش متواصلة في مقابلات مع الحدث وفي الساعة الثانية من الأخبار الليلة نفحة أهمية الإعلام في مكافحة الفكر المتطرف بعد تصويب بوتين على أوكرانيا حول الهجوم الذي تبناه داعش زيلنسكي يرد اتهامه متوقع اعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوتها اشتبكت مع ست طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون وأسقطت خمسا منها في البحر الأحمر في حين تمكنت الطائرة السادسة من الفرار هذا وأفادت القيادة المركزية بأن الحوثيين أطلقوا خمسة صواريخ باليستية بالقرب من ناقلة نفط صينية في البحر الأحمر أمس وضافت أن الناقلة أصيبت بأضرار طفيفة ونشب حريق بها لكن تم إخماده خلال ثلاثين دقيقة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات لم يصدق الحوثي حتى مع من يعدهم حلفاء له فبعد أيام من إبلاغ الميليشيات للصين وروسيا بعدم التعرض للسفن التابعة لدولتين أصابت نيرانها مساء أمس ناقلة نفط صينية قبل تسواحل اليمن الغربية ووفقا لإعلان القيادة المركزية الأمريكية فإن ناقلة نفط هوانك بو التي ترفع علم باناما وتملكها وتشغلها الصين أصرت نداء استغاثة بعد تعرضها للاستهداف قبل تسواحل ميناء المخى اليمنية في البحر الأحمر القيادة الأمريكية قالت أن الحوثيين أطلقوا خمسة صواريخ على هذه الناقلة الصينية أربعة منها سقطت قرب السفينة فيما أصابها الخامس وتسبب بوقوع أضرار طفيفة واشنطن أكدت أن استهداف السفينة الصينية تزمن مع اشتباك مدمرتها المرابطة في البحر الأحمر كارني مع ست طائرات مسيرة حيث قدت على خمس منها فيما تمكنت السادسة من الفرار وفقا للإعلان الأمريكي وبالعودة إلى تفهمات الحوثية مع الصين وروسيا والتي كشفت عنها بلومبرغ الخميس الماضي فأن وفد الميليشيات المقيم قدم التزامات لديبلوماسيين تابعين للدولتين يقيمون في مسقط بعدما اعتراض أي سفينة تابع لهما مقابل تقديم الدعم السياسي للحوثيين في هيئات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذه الأنباء تزمنت مع حملة ترويج حوثية واسعة في مناطق سيطرتهم وحتى في وسائل أعلامهم بإقامة علاقات مع قوى عالمية تقول إنها تنسق معها في مواجهة الولايات المتحدة تشمل تلك العلاقات وفقا للمزاعم الحوثية كل من الصين وروسيا إلى جانب بلدان أخرى من مجموعة بريكس ولكن وقائها الأحداث في البحر الأحمر تؤكد أن لا حليفة للحوثي سوى طهران على كلنا أيضا هذه النقاط وهذه التطورات سوف نناقشها مع ضيوفنا هذا المساء من الكويت رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور فهد شليمي ومن بكين الصحفي نادر رونغ مساء الخير لكما أهلا بكما معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث سيد نادر مع حضرتك سأبدأ رغم الاتفاق الموجود والذي حكت عنه وكالة بلومبرغ يتم إسهداف سفينة صينية هذا ماذا يعني بالنسبة للصين أهلا ومرحبا بكم أهلا بك أولا الصين قد أكدت أن المياه البحر الأحمر هي من أمارات تجارية دولية مهمة ويجب بدل جهود مشتركة لحماية أمنها وإستقرارها وكذلك ضمان الأمن السفن التي تمر بها فهذه المرة أعتقد هناك لأن هذه السفينة تم تسجيلها بالكية البرطانية وتم تغييرها هذا الملك إلى السين في فبراير هذا العام يعني جديدا فأعتقد هناك ربما لم تصل هذه المعلومات إلى الحوثيين لأن كان السفن البرطانية والأمريكية هي من الأهداف الإسرائيلية العيسية للهجوم حسب ما أعلنت الحوثيين فما زالت الأمر تحت التحقيقات فأعتقد سين سبت تبدو أقصى جهودها كل جهودها من أجل حماية السفنها التجارية وكذلك حماية الإسقرار في هذه الممارة التجارية التولية المهمة دكتور فهد إذا كان الطرف الذي يفترض أنه لا يتعرض لضربات وهنا نتحدث عن الصين وأيضا إلى جانبها روسيا بدأ يتعرض لضربات سواء بالخطأ أو عن قصد هذا موضوع آخر ولكن فعليا اليوم عدم القدرة على أيضا تحييد الصين وروسيا يبدو أنه غير موجود يعني مش واضح أنه يمكن تحييدهم وبالتالي ماذا سيعني هذا التطور بالنسبة للمشهد العام بسم الله الرحمن الرحيم وأسعد الله مساءكم أهلا بكم ومساء ضيوفكم الكرام أنا أعتقد نحن نشاهد نفاق دولي نحن نشاهد دبل استاندر الحوثي إرهابي يهدد الملاحة الدولية ويضرب الملاحة المدنية والعالم كله يشاهد ومجلس الأمن يشاهد وما زلنا نسمع كلام نحن سوف نخفف وسوف نقلل التعامل منظمة إرهابية يعني إيش تنتظر سواء بالنسبة للصين لو ليغور عمليهم مشكلة لا اعتبرهم إرهابين سواء للأمريكان لو داعش أو الدولة الإسلامية أو القاعدة عملها كانوا استجابوا بقوة وبسرعة الحوثي إرهابي ومصنف إرهابي ونجد هذا التعامل الرخو من دول مجلس الأمن ومن الدول المستفيدة الآن الصين تجارتها من خلال البحر الأحمر في السنة 160 مليار دولار نعم 60% من صادرات الصين التي تمر لأفريقيا وأوروبا تمر عبر البحر الأحمر انخفضت التجارة الدولية 30% بسبب الحوثي وبسبب العمليات الإرهابية لأن لا يوجد لها أي تفسير هو ضرب أهداف مدنية لفرض أجندة معينة فالحوثي هذا الإرهابي يعربد ويزبد ولا أحد يتحدث معه بالتالي لكن الصين لديها علاقات مع إيران لكن شوفوا العلاقات هذه كيف التبادل التجاري كان بينهم الجني الأرباح الصين في ثلاث سنوات جنت 180 مليون دولار حجم تبادل السعودية مع الصين 16 مليار دولار مع الإمارات 3.8 بليون مليار دولار مع الكويت 3.6 بليون كبير ولذلك نجد الموقف الصيني موقف صامت وهذا الموقف الصيني هو السياسة التي تتبعها الصين هي عبر السياسة الصامتة والتواجد وجود توترات في البحر الأحمر يجعل الأسطول الأمريكي في بحر الصين ينقسم إلى قسمين يكون هناك تواجد وهذا يصب في مصلحة الصين الصين لا تريد الحقيقة أن تخسر إيران ولا تريد أن تخسر دول الخليج وبالتالي أعتقد هذا الحادث وقع بطريق الخطأ مثل ما تفضل الأستاذ نادر وأعتقد ما هي هذه المعلومات الاستخبارية التي تأتي للحوثي المنعزل الذي هو موجود في صنعاه من يزوده بهذه المعلومات الاستخبارية لاستهداف الحقيقة السفن لذلك الحل الوحيد في رأيي لإنهاء هذا الموضوع هو استهداف قادة الحوثي واستهداف سلامتهم واستهداف أمنهم الشخصي لكي تتوقف هذه العقلية لا تفهم إلا هذه اللقاء في الاستهداف الشخصي لكي تتوقف هذه العمليات التي تؤثر على العالم تحت ذريعة هما يقولون عفوا بس دقيقة لا رأى هما يقولون نحن ندافع عن غزة هما قتلوا اليمنين وفجروا منازل المدنيين في بعض المحافظات اليمنية وقتلوا المدنيين وهم يقولون الله أكبر اللعنة على اليهود وهم قتلوا مواطنينه الحوثي إرهابي ويجب أن نتعامل معه كإرهابي والعالم ينافق لمصالح بسيطة في إبقاء الحوثي مجرد عامل شقب في ممرات المنطقة سيد نادر ما الذي يمكن أن تفعله الصين الآن تقول حضرتك أن هناك جهود تبذل من جانب الصين لحماية سفنها أم أنه كما قال دكتور فهد أن استفادة الصين من انشغال الولايات المتحدة الآن بهذه التطورات بالبحر الأحمر هل ستكون أكبر من المخاطر التي تعانيها الصين من هذه التطورات بالبحر الأحمر؟ أولا هناك الدفعة 46 من السفن الحربية السينية لحماية الملاح هناك في خليج عدم وكذلك في هذه المياه وهم سيقومون بمهمة حماية السفن التجارية والمدنية وثم الصين كذلك أسلام مواقفها هي تعرض أي حجمات ضد المدنيين والسفن التجارية محما كان الحرجة في هذا الجانب الصين ستؤدي دورها وتقدم مساهماتها في الإسكرار في هذا المنطقة وثم الصين لم تحسب هذا التأثير لم تربط الوضع في بحر أمار بالوضع في البحر الصين الجنوبي فالمواقف الصيني واضحة فالبحر الصين الجنوبي هو في الصين لها السيادة عليها ويجب العدم التدخل فيها ويجب أكذلك الحل يجب حل الخلافات بين دول المنطقة من خلال التفاوض وأبرى المفاوضات أو الحوار هل تقوم صين بأي شيء مع إيران الآن السادة نادر في هذا الإطار هل لديها جهود هي كانت لديها جهود وسيطة بفترات سابقة بموضوع إيران ولكن بموضوع التطورات الحوثية طبعا هناك الاتصال بين الصين وإيران وكذلك الصين أكدت أهمية الحماية الأمن والاستقرار في البحر الأحمر أمام إيران كذلك وثم هناك أيضا ترى الصين أن هذه التطورات وتسعيد في البحر الأحمر هي أيضا من نتائج التواصل دائرة الحرب في غازة نعم والتسعيد للوضع في الشرق الأوسط في الحل الأساسي هو الوقف في إطلاق النار في غازة وكذلك الحل الجذري لمسألة القاضية الفلسطينية وكل هذا تحتاج إلى الحياة وكذلك تحتاج إلى الحل المستدامة والحياة وذلك يجب أن تكون عبر التفاوض وليس عبر الحرب أو سرعات المسلحة التفاوض الذي يتحدث عنه أستاذ نادر دكتور فهد اليوم حضرتك تقول أن الحل الأنسب هو استهداف القادة الحوثية داخل اليوم بوقت أنه سيد نادر يتحدث عن تفاوض ما الأهم ما الأولوية هي القضاء على قيادات الحوثيين اليوم فعليا بالمنطقة أو أنه تأثير على إيران والحديث مع إيران مباشرة بهذه الحالة لن تضغط الصين على إيران بشكل كبير الصين الحقيقة مستفيدة من هذا الوضع من التوترات الأمريكية والآن الصين أصبح لها تواجد تعرفين كم من القوة الموجودة في الصين ليس كبيرة يعني البحرية المتواجدة في البحر الأحمر هم بعثوا مدمرة وفرقاطة وسفينة إمداد هذه المدمرة والفرقاطة وسفن الإمداد لم تسقط ولا طائرة ولا صاروخ هو فقط نوع من التواجد وهذه الحقيقة السياسة الهادئة في ظل وجود التواجد واستقلال الثغارات الموجودة الولايات المتحدة الآن تحاول أن تعوض هذا عبر التدخل في المنطقة كان لديها سياسة الانسحاب من المنطقة فدخلت الصين بهدوء وأعتقد أن هذه السياسة الصينية ناجحة ولكن هذه السياسة الصينية التي تعتمد على الهدوء والتسويات هي تساعد في جعل الإرهاب ينتصر على الشرعية الدولية الحوثي إرهابي ويهدد السلم والأمن العالميين ونحن نتعامل معه بهذه الصيقة فلنتحاور ولنتحدث أتفق مع الأستاذ نادر أن يجب نهاء العدوان الإسرائيلي على قزة هذا صحيح ولكن ما ذنب التجارة العالمية ما ذنب السفن ما ذنب أن يقوم الحوثي بهذا الاستهداف وأقلاق الممرات بكرة كل إرهابي يريد أن يحقق مصالحه يتجه إلى أحد المضايق مثل مضيق جبل طارق ومضيق هرمز وأي مضيق آخر ويفجر وبعدها يتم التفاوض معه بينما هو إرهابي الإرهاب انتصر على الأمم المتحدة الإرهاب انتصر على الشرعية الدولية وعلى القانون الدولي مع الأسف لذلك نحن نحذر من هذا من 2015 الحوثي إرهابي ولا يجب التعامل مع الإرهابيين أو التفاوض معهم دوليا لأن هذا يعطيهم شرعية الحوثي إرهابي في الداخل والحوثي إرهابي في الخارج وبالتالي يجب أن يتم التعامل معه ويجب أن يكون هناك موقف دولي واحد هذا التذبذب الصيني الروسي هو لمصلحتهم لأنه يشتت الجهد الأمريكي ويجعل الصين وهذا من حقها أن تنتشر في مناطق النفوذ الأمريكي وهي البحر الأحمر والشرق الخليج العربي والصين دولة كبيرة ولها حق ولنا علاقات جيدة معها لكن في هذا المسلك لا توجد ضغوط صينية على إيران لأن الصين تريد أن تمسك العصام من الوسط ولا تريد أن تؤذي علاقاتها التجارية الكبيرة مع القليج ولا تريد أن تتدخل في الشأن الإيراني لأن الشأن الإيراني يخدم السياسة الأمريكية ويتيح تواجد روسي صيني في البحار وعقد المواصلات الدولية شكرا جزيلا لك ضيفنا من الكويت رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور فهد الشليمي وشكرا كذلك لضيفنا من باكين الصحفي نادر رونغ زار فريق المراقبة الفنية التابع لهايئة البيئة اليمنية موقع غرق سفينة الشحن روبيمار قبالة الساحل اليمني وأخذ عينات من مياه البحر تأتي زيارة الفريق الفني في عقب المخاوف الكبيرة من كارثة بيئية محتملة قد تتسبب بها حمولة السفينة الغارقة من الأسمدة والتي بدأت بالتسرب بعد نحو شهر من غرقها نحن اليوم كنا في زيارة إلى موقع السفينة وأخذ عينات من مياه البحر حول السفينة التي يتم فحصها لتأكد من عدم تسرب أي مواد سواء سامة كانت أو مواد نفطية من السفينة نتيجة غرقها إلى حد الآن وأيضاً لدينا فرق ميدانية تم تدريبهم من قبل على موضوع التعامل مع البقعة الزيتية والتسربات النفطية والمواد السامة في البحار واليوم هذه الفرق مستمرة في عملية المسح على السواحل والشواطئ الأخبار ليلة مستمرة فيها بعد الفاصل من ناوي إلى الخرطوم در اشتركوا في القناة تتشكل التحالفات وتتفكك نعلم كيف ندافع على استقلال القرار الترسي مؤامرة معقدة وأجهدات مخفية تلك المرحلة السرية شكلنا المقاومة الشعبية لتحريف فلسطين وراء الأبواب المغلقة صدرت قرارات غيرت مجرى التاريخ أيداً أنت أصحاب التاريخ أريد أن أستمع إلى روايتك وأنت كنت حاضر وأشاهدك مقابلات حصرية مع شخصيات شهدت تحولات التاريخ يكشفون خبايا السياسة وضع في عربية حافي القدمين وأخذوه على الطفل القرارات الحيوية وصل الجواب للجهة المهنية يا لو أنتهى العرب قصصاً لم تروى الرجل في الأرض ميت تحديق المزعب وحقائق لم تكن معروفة كان ذلك لإيجاد فجوة بين الشعودية وبين الولايات المتحدة أثبتت مين المسؤول مع علي البطار؟ أتبعاً مسؤولون وصلوا عقرار يفسحون عن خيوط التاريخ المتشابكة أتبعاً سيدولي أتبعاً الرسالة حتى وقع الرئيس للمحطات تاريخية لأول مرة يمكننا بحكيها بها الصراحة هذه كان حكاية معكم من البداية الذاكرة السياسية الجمعة العاشرة والنصف على شاشة العربية كان يوماً طبيعياً أو يبدو كذلك لا شيء يختلف انتظار انشغال وسكون كانت لحظة تسبق الخبر بقيل ثم يبدو حدث يؤثر على حياة الناس تفاصيل تختلف قصص تتشابه ويبقى الإنسان هو محور الحدث اهلاً بكم من جديد خلال مؤتمر صحافياً مع وزير الخارجية المصري أكد أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش أن لا شيء يبرر العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني بالأمس ذهبت إلى معبر رفح لأسلط الضوء أمام العالم على معاناة الأطفال الفلسطينيين في غزة والنساء والرجال الذين يناضلون ليحيوا وسط الكابوس في غزة العالم بأسره يعرف أن الوقت حان لإسكاة الأسلحة ولإنجاز هدنة إنسانية كما كانت لي زيارة لن تنسى للجرح الفلسطينيين في مستشفى العريش الذين يتلقون العلاج لجراحهم التي سببتها الحرب الوحشية دعوني أكون واضحاً لا شيء يبرر أحداث السابع من أكتوبر لكن أيضاً لا شيء يبرر العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني وزير الخارجية المصري سامح شكري قال من جانبه إن المبادرة العربية للسلام تتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل شامل مؤكداً أن تعديلها لا يتم إلا من خلال قمة عربية أخرى المبادرة العربية مبادرة تم اعتمادها على مستوى القمة وهي مبادرة شاملة وواضحة في كل مكوناتها وتتعامل مع القضية الفلسطينية ومع إقامة الدولة الفلسطينية وعملية التطبيع بالكامل في المنطقة ولا يتم تعديلها إلا من خلال خرار واعتماد لقمة عربية أخرى وبالتالي ليست محل وليس هناك أي شيء يدعو اتصالاً بمكوناتها كما تحدثت فهي مبادرة شاملة تتناول كافة أبعاد القضية الفلسطينية وصولاً إلى إقامة الدولة وقضية التطبيع ميدانياً نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصورة قال إنها لسلسلة عمليات نفذها في شمال خان يونس بقطع غزة قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت خمسة أطباء وممرضين داخل مجمع شفاء طبي بشمال قطاع غزة وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن أكثر من 190 من العاملين الصحيين والمرضى محتجزون في مبنى بمستشفى الشفاء في قطاع غزة في ظروف صعبة ضمن عملية عسكرية إسرائيلية بالمجمع وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي قصف عدة مباناً وأحرق قسماً من المجمع موسيقى 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 معنا من رفح جنوب قطاع غزة مراسل حدث أحمد حرب أحمد مساء الخير لك نتابع معك آخر التطورات نعم لارا آخر التطورات قبل قليل كان هناك استهداف لمنزل في شرق رفح أصفر عن سبعة ضحايا وعدد من الإصابات وبذلك يرتفع عدد الضحايا في مدينة رفح منذ ساعة الصباح وحتى الآن إلى أكثر من 23 ضحية وعشرات الإصابات وصلت إلى المشافي المتفرقة في مدينة رفح خان يونس حتى هذه اللحظة هناك حصار لمجمع ناصر الطبي وأيضا لمستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عمليا الاتصالات انقطعت في مستشفى الأمل نتيجة هذا الحصار وانقطعت كافة المعلومات عن الطواقم الطبية في مستشفى الأمل في الساعات الماضية الجيش الإسرائيلي أخلى كافة المرضى والنازحين ممن يستطيع التحرك إلى منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس وبالتالي هناك تسعة مرضى ومرافقهم داخل مستشفى الأمل يعانوا الكثير من الصعوبات نتيجة انقطاع الاتصالات والكهرباء وعدم إمداد المشفى بالأدوية والإمدادات الطبية والوقود وبالتالي الهلال الأحمر الفلسطيني يقول بأن الأوضاع صعبة للغاية داخل المجمع الخاصة وأن هناك أعمال تجريف في الشوارع القريبة من مستشفى الأمل ووسط أيضا اشتباكات عنيفة تدور بين وقت وآخر المشهد الآخر هو في مدينة غزة في مجمع الشفاء الطبي لازال هناك حصار من قبل القوات الإسرائيلية أعمال تجريف حصار لأكثر من 150 شخص من النازحين والمرضى وإطلاق رصاص على عدد من المباني تم إحراق أيضا أقسام في مبنى الجراحات التخصصي من قبل القوات الإسرائيلية خارج المجمع لازالت هناك عمليات حرق للمنازل واستهداف والجيش الإسرائيلي يسعى من هذه الاستهدافات بدفع سكان هذه المناطق خاصة حيء الرمال ومخيم الشاطئ يدفعهم بالنزوح إلى المناطق الجنوبية ورصدنا خلال الساعات الماضية حركة نزوح بالمئات من قبل هذه العائلات وقالوا بأن الأوضاع صعبة في هذه المناطق القريبة من مجمع الشفاء الطبية الجيش الإسرائيلي يقول بأن هذه العملية العسكرية سوف تستمر لأسابيع حتى يتم القضاء على آخر عنصر من حماس أو من الفصائل الفلسطينية سواء كان حيا أو ميتا وبالتالي الأوضاع في خانيونس ومدينة غزة صعبة للغاية شكرا جزيلا لك أحمد على هذه الإحاطة من رفح جنوب قطاع غزة أما في السودان فكثفت قوات الجيش السوداني من عمليات تمددها وانتشارها داخل محلية بحري شمالية العاصمة الخرطوم وعلمت الحدث أن الجيش يفرض حاليا حصارا على قوات الدعم السريع ويحد من تحركاتها على طول الطريق البري الرئيسي الرابط بين مدينة بحري وشمالها وصولا لمقر مصف تكرير النفط بمنطقة الجيلي أقصى شمال مدينة بحري كما ينفذ الجيش عمليات تمشيط واسعة بمنطقة الكدوم وما حولها مدعوما بوحدات مختلفة من الجيش وغطاء جوي تدعمه المسايرات الجوية والسلاح المدفعية الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن الوقت حان لتساهم حركة جيش تحرير سودان في إعادة سيادة البلاد وحقوق المواطنين التي فقدت خلال الأشهر الماضية من الحرب وكشف مناوي في مقطع مصور تحرك قواته إلى الخرطوم لخوض المعارك بجانب القوات المسلحة السودانية وشارع حاكم إقليم دارفور إلى أن قواته تحمل جميع في كل مكان من المدينة تحدد مدينة الجنينة بغرب السودان وصولا إلى الجزيرة وسط السودان مطالبا المواطنين بالدفاع عن الوطن ممن أسمهم الأجانب الدخلاء على البلاد جيش تحرير السودان الآن من مدينة عطرة نعمر الحديث والنعر في تاريخنا إلى تحرير الخرطوم أنا كما ترون المرشال مني أركم الناوي وسيارة الفريخ جابر معمد حصب الله وكذلك الفريخ جابر حساكا لينبتا والمرشال مني أركم الناوي الآن في تاريخهم نحو مدينة الخرطوم وكذلك نحو مدينة مدني ودارفور ومن أم درمان معنا لمتابعة تطورات أصحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر شهدي مساء الخير لك نتابع معك التطورات الميدانية في ظل أيضا ما أعلنه مننا اليوم نعم لأرى لربما الجديد في سياق العمليات العسكرية هو استمرار تصدر مدينة بحري لواجهة المعارك والاشتباكات التي تدور والتي انتقلت من جنوبها حيث قلت هجمات قوات الدعم السريع على محيط سلاح الإشارة بعدما هاجمته ثلاث أو أربع هجمات متتالية خلال الأيام الماضية انتقلت المعارك والعمليات العسكرية لقاص شمال مدينة بحري في ظل الانفتاح وفي ظل عمليات التمشيط التي بداها الجيش من مقر سلاح الأسلحة بضاحية الكدر وأيضا قوات الجيش المتواجدة في قاعدة حطاب العملياتية التي تدبع للجيش السوداني في شمال شرق مدينة بحري عمليات تمشيط تكثيف للعمليات النوعية في الطريق الرابط ما بين شمال وجنوب المدينة ربما عين الجيش هي في الوصول إلى مصفات الجيلي الواقعة في ظاحية الجيلي شمال مدينة بحري وهي أحد أكبر مصافي النفط المتواجدة في عموم البلاد تتواجد في مدينة بحري كانت قوات الدعم السريعة تمكنت من السيطرة عليها منذ الشهر الأول لهذه الحرب يمر عبرها أيضا طريق يربط ما بين قاسي شمال وغرب مدينة بحري بقاسي شرقها ربما الطرق وخلافه هي عين الجيش خلال الفترة المغبلة شاهدنا خلال ساعات هذا اليوم معارك ضارية شاركت فيها المدفعية مدفعية الجيش وأيضا المسيرات بشقيها المسيرات الاستطلاعية وكذلك المسيرات العملياتية والمسيرات الهجومية التي تقوم بشن ضربات وغارات جوية الأنباء الواردة من هناك تشير إلى تدمير عدد من السيارات العسكرية التي تدبع لقوات الدعم السريعة التي تعمل على فك أو اختحام الحاجز الذي فرضه الجيش في عدد من النقاط في هذا الطريق الحيوي والمهم والاستراتيجي كذلك لا يفوتني أن أشير إلى أيضا وجود عمليات عسكرية في غربي مدينة أمدرمان الكبرى وتحديدا في منطقة أمبدة إثرة توجه المعارك إلى غرب مدينة أمدرمان في ظل استمرار المرحلة الثانية من عملية تطهير أمدرمان بناء على العملية البرية التي بدأت بنهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي والتي كانت محصلتها الأولية هي فك الحصار عن سلاح المهندسين ووصول الجيش وانتشاره في شرق مدينة أمدرمان وتأمينه لكافة الضفة الغربية للنيل كذلك أمر إنساني لابد أن أشير إليه هو استمرار انغطاعة طيارة كهربائي لفترة وصلت إلى الخمسة أيام في عدد من الانحاء داخل مدينة الخرطوم وأيضا في عدد من المناطق بشرق النيل وكذلك مدينة بحري أيضا مع تذبذب كبير في خدمات الاتصالات في تلك المناطق نعم شكرا جزيلا لك شهدي نادر الصحفي في مكتب الحدث في السودان كنت معنا من أمدرمان شكرا لك على كل هذه الإضاحات إلى العراق الآن حيث روت ناجيات من قبضة تنظيم داعش في العراق للحدث مآسيا وتفاصيل مروعة عايشنها خلال فترة أسرهن على يد مقاتلي وقادة التنظيم وتحدثت الفتيات الآيزيديات عن ممارسات وانتهاكات وحشية لم تستثني حتى الأطفال دخلوا إلى البيوت وصاروا يتلعون من بيوتنا ويقولون يلا يلا على المدرسة ويأخذون على المدرسة فمن دخلنا على المدرسة صاروا يجمعوا كل اللي بالقرية في المدرسة الرجال والنساء والأطفال أخذونا نساء إلى الطابق الفوق والرجال خلوهم طابق التحتاني والرجال بعدها كانوا يأخذوهم بسيارات وما نعرفوا أني ودوهم وأحنا كانوا يأخذون مننا الفلوس والموبايلات والذهب أي شيء يعني كنت أقولهم أني حامل وهذا ما كان يعني يفيد بالشيء وهما يعرفوا وما مهمة عندهم أني كنت حاملة أني كنت أم أني كنت أي شيء كانت عندهم المهم يأخذوني أني سبيا نعم أنجبتي الطفلة في الرقة نعم أنا أنجبت بنتي في المزرعة وأخذوني بالليل إلى مستشفى في الرقة وكانت معاملة الدكاترة كلش مزينوياي حتى كانوا خلوني في المستشفى تقريبا 24 ساعة بدون أكل بدون شرب بدون أي شيء حتى بنتي خلوها بدون حليب يومين الأولي التي أنجبتها كان اسمه أبو سلاح الإعلامي المغربي جاء أخذني أنا كسبيا أنا وبنتي هو أخذني إلى بيته لم تشفع لك بنتك الرضيعة التي كانت معاك أن تكوني سبيا برغم من كل ذلك لا، أنا في هذا الوقت قلت لي بس شوفوا بنتي يعني كيف راح تأخذوني سبيا يعني أنا أم هل ما تسمعون هذا الشيء؟ هو ما كان أبدا ينفع هذا الشيء وهو أخذني بالزور حتى كنت أبكي هو شغال بنتي وقال لي أنا راح أخذ بنتك إذا تريدين تجين أو ما تجين راح أخذ بنتك فأني أطريت على موت بنتي وأضحي وأضحيت كثير أشياء على موت تبقى بنتي وياي وأخلصها وياي المعاملة النساء كانت أصعب من معاملة الرجال عند الدواعش يعني كنت أبقى أكتر شيء عند عند زوجة أم عاملتها كانت أكتير مزينوياي أستخدمتني كخادمة أستخدمتني كسبية أستخدمتني كعبيدة أستخدمتني عدة أشياء كانت تجهزني لزوجها لي يختصبني كانت تجهزني للبيع لأن زوجها يبيعني فمعاملة النساء هنا كانت أصعب من معاملة الرجال نعم بعد ذلك انتقلتي من المغربي إلى شخص مغربي آخر نعم كيف حدث ذلك؟ بعد سنتين هو أنتاني هدية لصديقه أبو محمد المغربي إذا جئنا على دور النساء كانوا قوائد كانوا عندهم كتيبات مثل كتيبة خنسة وكتيبة حسيبة أنا اندربت على أياد النساء على السلاح وكانوا يدربوني على السلاح إذا جئنا على دورهم هما كانوا يستخدمون أحزم الناس فحتى نحن نفجر حالنا إذا صار شيء يفجرون إذا جئنا على دور النساء هما كانوا يشتغلون في الحسبات بالشوارع ويدلوا الطريق الضواعش للناس معنا من بغداد مدير مكتب الحدث في العراق ماجد حميد لنتابع معه في مزيد من التفاصيل والكواليس لهذه المقابلات ماجد مساء الخير لك يعني الموضوع صعب جدا علينا أن نشاهده يعني معاناة كبيرة قصص مروعة أدلت بها هذه السيدات ولكن بنفس الوقت نسأل ما الذي لفتك أكثر شيء أنت كنت موجود أمام كل هذه المعاناة هل كنت تتوقع كل هذه الأخبار أن تأتيك من النساء الآيزيديات اللواتي قابلتهم نعم هي بالحقيقة قصص مساوية استمعنا إليها على مدار ثلاثة أيام عندما انتقلنا لبدء بالتصوير هذه الحلقات من جزئين مع ستة من السبايا الآيزيديات وكذلك والدريهام التي ذكرتها زوجة أبو بكر البغدادي زوجة أبو بكر البغدادي كان جزء من الحوار الذي انفرضت به الحدث مع زوجات البغدادي تحدثت عن أربع أسمات تذكرهم من الأيزيديات كان منهم ريهام ورحة نحن توصلنا إلى شقيقة ريهام ورحة وهنا أيضا كنا سبايا لدى تنظيم داعش يعني القصص المأساوية التي تحدثوا عنها عندما تم تفريقهم عن دويهم في نيناء وكذلك في سوريا وتم أخذهم كسبايا البعض من السبايا عشنا مع تنظيم داعش تقريبا لمدة ثمان سنوات كرسويتا التي كانت سبية للرجل الثاني بعد أبو بكر البغدادي وفي الجزء الثاني الذي سيعرض اليوم على شاشة الحدث ستكون هناك أسرار جديدة سيتم الكشف عنها عن الرجل الثاني بعد أبو بكر البغدادي حجي تيسير والعراق والشام كذلك ستكون هناك تفاصيل أخرى عن أبو محمد العدناني واللقاء سيتم بعض السبايا سيتحدثنا عن اللقاء الذي جمع البغدادي بعدد من السبايا في نينوى رحلة السبي المأساة الهروب كل هذه أحداث كانت مأساوية بالنسبة لنا عندما كنا نقوم بعملية التصوير وكذلك عندما تحدثنا بحرقة عن الكثير من الأيزيديات التي ما زلنا مختفيات روحة التي كانت هي سبية أبو بكر البغدادي التي ذكرتها زوجته إلى الآن هي ما زالت مختفية كذلك ريهام التي ذكرتها زوجة البغدادي ما زالت مختفية إلى الآن هناك أروسيتا مثلا والدتها لا تعرف عنها أي تفاصيل والدتها لا تعرف عنها أي تفاصيل يعني المأساة ما زالت مستمرة والكواليس التي تحدثوا فيها عن عملية تدريبهم على السلاح وكذلك إجبارهم على ارتداء أعزمة ناسفة عندما قامت القوات الأمنية والتحارف الدولي بالتقدم للسيطرة على المناطق التي كانوا يسيطرون عليها ومن ثم بعض العيزيديات تمكننا من الهرب والأخريات تم بيعهم مرة ثانية إلى عوائلهم ودويهم من خلال مهربين بالفعل يعني تفاصيل صادمة بس ماجد كنت تقول أنه ما زال في عيزيديات مصيره هنا مجهول لماذا؟ يعني ما هي التبريرات الأمنية لهذا الموضوع إلى الآن بوقت أن العراق يقول أنه لم يعد هناك خطر لداعش بهذه الطريقة؟ نعم البعض من العيزيديات أخذنا إلى الخارج خارج العراق مع بعض عناصر داعش بمن كانوا يحملون هويات مزورة روحة التي كان سبية أبو بكر البغدالي تحدثت مع عائلتها قبل سنة من الآن وطلبت منهم أن يقوموا بتحريرها وقالت لهم بأنني أتعرض للضرب وأصبحت لدي عائلة وطلبت من شقيقتها بأن تقوم بتحريرها هناك بعض الملأة في مخيم الهول هناك أيضا بعض الأيزيديات ما زلنا موجودات ومختفيات عن أنظار القوات الأمنية كما تعرفين المخيم وخطورة هذا المخيم روسيتا استطاعت أن تهرب من هذا المخيم وتحدثت بأن هناك العشرات من الأيزيديات ما زلنا موجودات قبل أسبوع من الآن تمكن جهاز المخابرات العراقي من تحرير فتاة أيزيدية وتم تسليمها إلى عائلتها في سنجار شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات وأيضا على هذه المقابلات على تسليط الضوء على هؤلاء السيدات وما عانيناه في الفترات الماضية ماجد حميد مدير مكتب الحدث في بغداد في العراق شكرا جزيلا لك وفي لقاء مع ناجية إزيديا أخرى تدعى روسيتا حجي روات للحدث كيف تم اختطفها وهي بعمر ثماني سنوات من والدتها بالقوة لسبها لدى قيادات التنظيم الإرهابي قالوا الهلأ أنت بنتج لازم نأخذها أخذوني كان عمرك ثمان سنوات عمر ثمان سنوات نعم أخذوني منعتها قالوا بس يومين اليومين راحوا صاروا تسع سنين اليومين؟ اليومين راحوا صاروا تسع سنين أنا ما شفت أمي اللي حتى الآن تسع سنوات لم تعرفين أي شيء عن أمك وما شاهدتها لا شاهدتها ولا عرفها ولا شفتها أصلا أخذوني لبيت حاجة يسير اللي هو والي العراق والشام اللي هو والي العراق والشام زوجات اثنين كانوا وكان عنده ثمان أطفال أنا داخل مخزن جنت أنهم المخزن عبارة عن حشرات صراصر فقران كل شيء شنو هو سبب منه؟ السبب زوجاتها كانت لأن مو هو اللي كان يسوي بيهيج كانت كانت الزوجات اللي تسويهيج احنا جنات تحت ضغط من النساء جنات تحت ضربهم تحت مذلتهم تحت عنفهم يعني شكد ما أقول لك هاي ما أكفي ولا أوفي يعني نساهم كانا أسوأ ما مر علي بحياتي ما كان عمر مصاير عمر الثمع عش سنة ما عدتشن داخل عمر الثمع عش سنة زوجته عرضت وقالت لازم تغتصبها عمر الثمع عمر الثمع مكلبتوني إيدي مكلبتوني رجلي تعرضت للاقتصاب من قبله وهو إنسان ضخم طويل واني طفلة يعني ما صارو عمر 12 سنة بعدها اغتصبني مرة ثانية وصارت المرة ثالثة بعدها قتل أبو جوليبي قتل وانتقلت إلى الباغوس مع عائلة من القاهرة ينضم إلينا الآن لمناقشة هذا المشهد هذه المقابلات الباحث في شؤون جماعات المسلحة مونير أديب أستاذة مونير مساء الخير لحضرتك يعني نسأل هنا ما أكثر الأمور التي توقفت عندها حضرتك عبر مشاهدة هذه الشهادات نحن مازلنا أيضا مستمرين بهذه المقابلات الخاصة لزميل ماجد حميد نسأل هنا ما الذي استوقفك أكثر شيء نعم أهلا وسهلا بك يا سيدة لارا وبكل مشاهدي الحدث لا شك أن هناك عدد من المآسي الكبير ربما كل مأساة لكل أزيدية تختلف عن المأساة الأخرى التي عاشتها أزيدية أخرى ولكن كل هذه القصص تجمعها أن تنظيم داعش بقياداته بأفراده كانوا يقتصبون يعني هؤلاء النساء استغلال جنسي واغتصاف فضلا عن فكرة الاسترقاق فكرة أن هؤلاء يعني عبيد ومن ثم يجوز شراءهم ويجوز بيعهم وأيضا وضع الأسماء أسماء هؤلاء الأذيديات على جروب على الواتس أب وبالتالي يوضع والسعر لمن يريد أن يختصب هذه السيدة أو تلك فضلا على أن أغلبهن يعني تم يعني اختصابه أو ربما الجزء الأكبر منه وفي سن صغير وبعضه تم قتل ربما والدة إحدى الأزيديات أو والدها أو أسرتها أمامها فضلا على أن الاختصاب كان يتم أيضا يعني وبعضهن كنا حوامل يعني فكرة حتى الزواج الذي يعتقله البعض أن هؤلاء تزوجوا يعني هذه السيدات هذا أمر لم يكن صحيحا بدليل أن بعضهن كان حوامل ورغم ذلك تم اختصابهن بهذه الطريقة فضلا على أن قيادات داعش وهذا ربما أثار الانتباه كان يتم عرض الصغيرات عليهن حتى يتم الاختيار من قبلهن وبالتالي يتم التعامل معهم بهذه الطريقة التي وجدناها نحن أيضا في نقطة هامة جدا سنتوقف عندها ولكن ضمنها ربما لقاءات أخرى هو موضوع نساء داعش وكيف عاملنا الآيزيديات بس أنا أريد أفهم منك أستاذ مونير اليوم أهمية دور الإعلام في تصليط الضوء على هذا الموضوع يعني كيف يمكن أن يسهم بوضع حد لهذه الأمور اليوم الحديث عن هذه حديث الناجيات بهذه الطريقة بكل صراحة نوعا عن ما حصل معهن هل يمكن أن يؤدي إلى تغيير بكل تأكيد بكل تأكيد ولذلك يعني خروج الأزيديات بهذه الصورة صوتا وصورة والحديث بهذه الطريقة يعني لا بد أن يكون مقدر لهن خاصة وأن الغاية والهدف من وراء هذا الظهور هو إظهار صورة داعش الحقيقية وأيضا يعني قناة العربية وكونها تقوم بفتح هذا الملف وتسليط الضوء على هذا السلوك ورؤية داعش للنساء بهذه الطريقة هو أمر أيضا في غاية الهمية خاصة وأن داعش يعني نحن نعلم أنه قتل الإنسان قتل الشجر والحجر وبالتالي من الطبيعي والمنطقي أن يفعل ذلك مع المرأة بهذه الصورة كنا نسمع النكاح المتعة ونحن الآن وجدنا هذا النكاح بهذه الصورة على لسان الناجيات من الأزيديات وهنا يحكينا بتفصيل دقيق كيف كان يتم التعاملهن بهذه الطريقة وأعتقد أن نساء قيادات داعش وتحديدا الذوجة الأولى للملقب بخليفة داعش أبو بكر البغدادي وصفت التعامل تعامل تعامل زوجها السابق أبو بكر البغدادي مع الأزيديات بأنه كان اغتصابا نعم يعني هي تعترف بهذا الأمر نعم وبالتالي يعني هذا الأمر يدخل في فكرة رؤية التنظيم للمرأة والتعامل معها للمرأة وأن المرأة هي عبارة عن جسد يتم التعامل معها بهذه الصورة هو المفارق أنه كان فيه نفوذ للنساء الأساسيات ضمن التنظيم بمقابل عدم نفوذ للنساء العزيديات هذه نقطة لنقاش آخر لأنه للأسف تاوقت البرنامج شكرا جزيلا لك ضيفنا من القاهرة البحث في شؤون جماعات المسلحة منير أديب بهذا المشاهدين نصل إلى اختم الأخبار ليلة شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر موسيقى